السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم وكل سلام وطيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وزي ما اتفقنا ان احنا بعد العيد هنرجع تاني لسلسلة تحديات Power Query النهاردة التحدي السابع ان شاء الله هكون بسيط كل المطلوب من حضرتك انك تستخدم بيات موجودة في جدولين وتعمل بينهم Look Up بس Approximate Match Look Up او بحث تقريبي مش بحث متطابق او Exact Match تعال نروح على Excel بسرعة ونشوف المثال مع بعض عندي جدولين الجدول الاول اسمه Sales Data في بيانات المبيعات وكل رو من الروس بتاعت الجدول ده بيمثل One Transaction فبعت في اول transaction لأعميل معين كمية معينة بسعر معين وهكذا لحد بقيت الجدول لكن عندي كمان حاجة اسمها Discount Scheme في جدول مستقل ودي معناها ايه معناها انه على حسب الكمية اللي خدها الزبون بياخد Discount فلو راجل ده اخد Quantity من 0 إلى 20 ستديله ولا Discount لكن من 20 إلى 30 ستديله 10% من 30 إلى 40 إلى 15% من 40 إلى 50 إلى 20% وأكتر من 50 سيأخد 30% عايز بقى باستخدام Power Query أنا عندي قول دي Quantity والPrice عايز ازود كولم جديد اسمه Discount وبيختار Discount المناسب من الجدول ده تبقى لكمية البيع اللي اتباعت وبعد كده بيحسب الRevenue طبعا الRevenue في الحالة دي هيكون الQuantity مضروبة في الPrice مضروبة في واحد ناقص الDiscount عشان اوصل للRevenue الشرط الوحيد النهارك تحل باستخدام Power Query وقدامك اسبوع لان ان شاء الله زي النهاردة الاسبوع الجاي هننزل الحل هننزل الفيديو بتاع الحل وطبعا مستاني حيولكم على الايميل الموجود على الشرط دلوقتي ولو سمحت استخدم الDescription اللي موجود تحت الايميل كمان لو بعتلي الحل او حتى جزء من الحل ان شاء الله تسمع اسمك في نهاية الفيديو بتاع الحل الاسبوع الجاي شكرا جدا وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته